التذكير بالرابع من آب قضيتهم كل عناصر تنشيط الذاكرة حضرت في قاعة فوج الإطفاء وبينما تتساقط دموع ذوي الضحايا تتباكى الحكومة على ضرورة إخفاء مسرح الجريمة الدولة قررت هدم الأهراءات التي تدمرت بفعل الانفجار عجتاتنا ما بيقدروا يفوتوا على قلب المرفأ ويهدموا الإهراءات لأن هؤلاء الإهراءات هن الذكرى الوحيدة للشعب هو ومارئ يتطلعوا شي ينكزوا يقولوا أنه هون ميت فوق الميتين وخمسة عشر شهيد هون فوج الإطفاء خسر خير يتأبطاله لم تثمر جهود المحقق في الانفجار فربيع العدالة موسم تعرقله الحماية السياسية التحقيق في أكبر جريمة إنسانية تعوقه الأهواء البشرية للأحزاب الحاكمة فهم لم يتفقوا على تعيين أعضاء الهيئة العامة الهيئة التي إذا عينت ستواجه إشارات بطلبات الرد من نواب ووزراء متهمين بالانفجار الهيئة العامة هلأ منا مفعلي لأنه ناقصة عدد أعضاء فيها كوروم مفترض يكونوا خمسة لا يقدروا يتلعوا أرار هن أربعة وقت استقال رقيس روكوز رزق صاروا أربعة أعضاء ما بقى بيقدروا يتلعوا أرارات سفينة العدالة تغرق فالسياسة تسيطر على القضاء وفي جوارها أهراءات قمح اللبنانيين المدمرة والطحين في أزمة غلاء متزايد يهدد بالجوع وكأن المرفأ بات يختصر صورة أزمة البلاد بدل أن تتحول باحة الأهراءات ساحة ترمز إلى إدانة السلطة يسعى العهد إلى هدم هذه الصوامع وبنائها من جديد أمر يعتبره أهالي الضحايا إخفاء لمعالم الجريمة واستكمالا لتضيع التحقيق أحسن خريس صوت بيروت انترناشنال